موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض نبدوها كالمعتاد بالعنوي بوتين يؤكد أن روسيا أمام ضغوط غير مسبوقة وزيلنسكي يعتبر تغيير النظام في موسكو مستحيلا مفاوضات عمان تراوح لكن مستمرة ورئيس وفد الشرعية ينفي للعربيات توصل الاتفاق مع الحثين الكويت آخر دولة الخليجية في مؤشر تنمية السفر والسياحة وغياب الترفيه يثير التساؤلات في الرابعة أيضا موسيقى أكثر من سبعة عشر ألف سيدة يعملن في المدن الصناعية في السعودية ارتفاع كبير خلال أعوام قليلة موسيقى والسعودية أول دول العالم تصديرا للتمور في 2021 قيمة صادراتها تتجاوز المليار ريال موسيقى مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الرابع قال رئيس الروسي فلاديمير بوتن أن حرس الحدود الروسي أحبط استفزازات بموازات العمليات الخاصة في أوكرانيا ووجه الرئيس الروسي رسالة لحرس الحدود تحدث بها عن ما وصفه بالتحديات المهمة التي تواجهها بالنظر إلى الضغط السياسي والاقتصادي غير المسبوك الذي تواجهه البلاد وقال بوتن أن موسكو تواجه ضغوطا منها بناء القدرة العسكرية للنيتو على حدود روسيا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تحدث عن النظام في روسيا قائلا أن تغيير نظام بوتن لا يزال مستحيلا ومشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني أو مشيرا إلى أن فريق الحكم في موسكو متحد وتربطه عوامل كثيرة وعبر زيلنسكي عن اعتقاده بأن الجميع في روسيا يخافون من نظره الروسي فلاديمير بوتن قالت وكالة تاسا الروسية للأنباء أن سفينة دخلت ميناء مدينة ماريوبول الأوكرانية للمرة الأولى منذ أن استكملت روسيا سيطرتها على المدينة وقال المتحدث باسم الميناء أن السفينة ستحمل 2700 طن من المعادن قبل أن تبحر باتجاه الشرق إلى مدينة روستوف الروسية وبدورها اعتبرت ليوديميلا دينيسوفا أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا أن روسيا لجأت إلى نهب المعادن بعد سرقة الحبوب الأوكرانية وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية أيضا قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ستحصل على صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك وبريطانيا وهولندا وأن بريطانيا وهولندا والدنمارك سيعملون على تزويد كييف بقاذفات أرضية وأكدت الدفاع الأوكرانية أن صواريخ هاربون المضادة للسفن ستساعدها في عمليات الدفاع في البحر الأسود بوتين وحسب آخر التطورات العاجلة وفي اتصال هاتفي بحث مع نظيريه الألماني أولاف تشولتس والفرنسي إمانويل ماكرون الوضع الميداني في أوكرانيا وأسباب تعطل إمدادات الغداء وكد بوتين في الاتصال الهاتفي أن العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده في أوكرانيا تتقيد بقواعد القانون الإنساني الدولي بصرامة وأضاف بوتين بأنه يعمل بجدية من أجل تأسيس حياة سلمية في ماريوبول ودومباس مجددا انفتاحه على الحوار رغم عدم جدية كييف حسب راي وأكدت وكالة رايا نوفوستي الحكومية أن بوتين شرح للمستشار الألماني والرئيس الفرنسي الأسباب الحقيقية التي تعيق وصول القمح الأوكراني والروسي للأسواق العالمية وطالب بوتين بإزالة العقوبات المفروضة على بلاده بهدف السماح للأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية للعودة للأسواق العالمية بهدف تخفيف أزمة الغذاء التي يمر بها العالم من القائرة ينضم إلينا المحل العسكري اللواء الدكتور سمير فرج اللواء سمير أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة أولا دعنا نقرأ في آخر الأخبار العاجلة الاتصال الهاتفية الذي جمع بوتين بماكرون والمستشار الألماني شولز بوتين قال بأنه على استعداد لفتح الحوار مع أوكرانيا سياسيا هل هناك مجال لأي حراك سياسي في هذا التوقيت الذي تتصاعد فيه العمليات العسكرية في الشرق وأيضا عروض بتقديم أسلحة متطورة جدا أنظمة صاروخية بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن من الولايات المتحدة والغرب مستخير لحضرتك وكل سيد المشاهدين في البداية أسمع رد على السؤال الثاني وهو الأسلحة المتطورة التي ستتسلمها أوكرانيا لفترة القادمة قلنا قبل ذلك في مراحل سابقة أن الأسلحة التي تأتي إلى أوكرانيا هي أسلحة دفاعية كانت محدودة لا تتيح لأوكرانيا أنها تقوم بعمليات ضد القوات السوفيتية التي تملك قوة نيرانية هائلة النهاردة الأول مرة الغرب بدأ يتخذ أسلوب ثاني وهو يقدم أسلحة عجومية السواريخ الهربون التي سيقدمها أعتقد أنها لها فائدة كبيرة جدا للقوات الأوكرانية خاصة أن القتال القادم للقوات الروسية سيكون الاقتحام والاستلاع على أودسا لكي استكمال السيطرة على البحر الأسود فهي لا شك يكون لها قيمة كبيرة جدا ولكن لازم نبقى عارفين أنه ليس معنى السلاح يأتي أننا نقادرين على السلاح عليه فورا السلاح يأتي عايز تدريب على العناصر بتاعته عايز إمكانيات فنية عايز ورش عايز سيانة عايز كل الحاجات دي فهتاخد وقت مثل ما احنا فاكرين نتكلم على بعد كده السؤال الثاني وهو هل روسيا مستعدة أنها تدخل في مفاوضات سياسية دايما إحنا كعسكرين بنقول الذي يحكم المفاوضات السياسية هي الوضع على الأرض وضع قواتي على الأرض أقول إم تحدى هذه المفاوضات والنقطة التي سنقشها فأنا أعتقد حتى لو أوكرانيا وفقت تنفذ المفاوضات السياسية روسيا ستأجلها إلى أن تنهي السلاح على أوديسا بالنسبة للأسلحة يعني أنظمة الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ هاربون المضادة للسفن إلى أي مدى يمكن أن تغير من موازين القوى يعني أو قواعد اللعبة على الأرض ميدانيا وعسكريا لوسمي طيب أنا حكون ردي دقيق جدا هذه الصواريخ بعيدة المدى لن تغير في أسليب القتال ولكن حتعقد أنا بقولها حتعقد أسليب القتال ليه؟ الصواريخ بعيدة المدى دي أنت ستلاقي روسيا عندها الـ S-400 والـ S-300 ستنشر دي على الحدود فبالتالي ستتصدى وانت عارف أن الصواريخ دي النهاردة أو الـ S-300 والـ S-400 هي طريبا أحسن صواريخ في العالم في هذا الاتجاه يعني بعكس الباتريوت اللي هي الباتريوت الأمريكاني فأنا أعتقد أنها لن يكون لها تأثير لكن ستؤسد لكن ليس التأثير اللي سيغير شكل العمليات إنما ستعقد العمليات في الفترة القادمة ما الذي قصدته روسيا بتحذيراتها بأن ذلك يشكل استفزازا واضحا وتصعيدا لا يحمد عقبها يعني أنت تعلم دكتور سمير بأن الغربة الولايات المتحدة كان لديهم تحفظ على نوعية الأسلحة التي تقدم لأوكرانيا وكانت تحفظ على نوعية هذه الأسلحة المضادة للبعيدات المدى والمضادة للسفن اليوم تغير الموقف هذا التصعيد إلى أين يمكن أن يجر الموقف في هذه الساحة أو بشكل آخر كيف يمكن أن ترد موسكو على هذا التدخل إذا ما اعتبرته تدخلا مباشرا ونوعيا لأمريكا والغرب أشكر حضرتك على هذا السؤال هو فعلا هيشكل تهديد مباشر لأن هذه الأنواع من السواريخ مداها كبير فإذا لأول مرة ستبقى أوكرانيا عندها القدر على تهديد العمق الروسي ودي طبعا أنت تخيل أن بوتين قاعد والعمق يتضرب من أوكرانيا وهو عنده كل هذه النجاحات وكل هذه القوة العسكرية والنيرانية فبالتالي هو كلامه صح هتعقد الموضوع وحتزيد الأحداث طبعا الرد الرد في الحياة تديك عسكريين هيبدأ الرد في الفترة اللي جاية أنه حيرد مش على البنية العسكرية الأوكرانية إنما ممكن أنه يزود في البنية العسكرية آسف المدنية الأوكرانية وهنا حيتصاعد القتال وأنا عشان كده قلت في البداية لفظ أن هذا الموضوع سيعقد العملية العسكرية ولكن مش حقق نجاحات كبيرة زي ما احنا فاكرين لكن بالنسبة للدول التي سترسل هذه الأسلحة دنمارك، هولندا، بريطانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة هل يمكن أن تكون عرضة لعمل انتقامي أو رد روسي عسكري على هذه الخطوة التصعيدية منها؟ لا يا فندم، إحنا من بداية أعمال القتال كل الأطراف دول حلف الناتو قالوا لن نتدخل في العملية العسكرية أمريكا قالت لن تتدخل إنما إمدادهم بالقوات فروسيا قالت إنها دي بيعتبر إحنا نعتبر عمل عدائي روسيا ليست نقول بالسزاجة إنها تفتح جبهات أخرى وإحنا عندنا في القوات المسلحة الفكر بيقول لما يكون عندك أكثر من جبهة ركز على جبهة رئيسية ويثبت بقية الجبهات لذلك لا أعتقد أن روسيا ستعمل أي عمال عدائية أو انتقامية ضد هذه الدول اللي هي على الآن اللي دعمت لكن أنت عندك الجبهة الجديدة اللي تفتحت بالنسبة لفنلندا النهاردة دي ستخش حلف الناتو 1300 كيلو على حدود مباشرة دي اللي ممكن تمثل خطر كبير على الأمن القومي الروسي مستقبلا شكرا لك من القاهرة المحلل العسكري اللواء الدكتور سامير فرج الرابع مستمرة فيها بعد قليل أكثر من 17 ألف سيدة يعملنا في المدن الصناعية السعودية ارتفاع كبير خلال أعوام قليلة أهلا بكم من جديد في الشهن اليمني حذر بيان أن أصدرته كل من الولايات المتحدة وهولندا من استمرار أزمة الناقلة صافر ودع البيان إلى دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تشكلها ناقلة النفط صافر في منطقة البحر الأحمر وشدد المشاركون في اجتماع على أهمية جمع 144 مليون دولار من أجل تمويل خطة الأمم المتحدة التشغيلية لتفريغ النفط من صافر إلى سفينة مواقة وذكر بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم جمع ما يقرب من نصف الأموال المطلوبة لعمليات الطوارئ سياسيا نكد رئيس وفد الحكومة الإيمانية الشرعية في مفاوضة عمان للعربية أن المشاورات مستمرة مع الحثين مشيرا إلى عدم الوصول إلى اتفاق مع الحثين حتى اللحظة رئيس وفد الشرعية المفاوض عبر عن أمله بالوصول إلى اتفاق ينهي الحصار على أهالي تعز ما شار مصدر قريب من المشاورات لأن الحثيين لا يزالون يرفضون فتح الطرق الرئيسية التي أغلقتها الميليشيات عام 2015 المؤدية إلى مدينة تعز هذا ويعاني أكثر من مليونين سما في تعز من الحصار الحثي المطبق على المدينة منذ سبعة أعوام في الوقت الذي تعمل فيه الميليشيات على تخيخ منافذ العبور بلالغام والعبوات الناسفة كاميرا العربية زارت الخطوط الأمامية في حي كلابا والمنافذ المهلقة في تعز ورصدت انتهاكات الميليشيات نحن الآن في الخطوط الأمامية في حي كلابا شرقي مدينة تعز هذا الحي الذي أصبح خالي من السكان بعد تمركز الميليشيات الحوثية الانقلابية على هذه المباني أو مباني المدنيين الميليشيات الحوثية طبعا من خلال هذا التمتر عملت على إطباق الحصار بشكل كامل على المدينة من هذه المنازل وكذلك من التباب المطلة على المدينة وهي هذه التباب تبت سفتيل والتباب المجاورة الأخرى طبعا تمنع حركة المدنيين من الدخول إلى المدينة عملت أيضا الميليشيات على قطع خطوط إمدادة الميليشيات كما تلاحظون في الكاميرا من هذه الأماكن تحديدا عملت الميليشيات على بناء الحواجز الترابية وكذلك الخرسانات الإسمنتية في هذه الخطوط الشرقية تحديدا هو خط صالة الحوبان وكذلك خط كلابة الحوبان الآن لا أحد يستطيع طبعا العبور من هذا المكان أيضا عملت الميليشيات على تفخيخ هذه الطرقات بالعبوة الناسفة والألغام معنا هنا أحد أفراد القوات الحكومية حدثنا عن الانتهاكات الحوثية التي طالت المدينة في هذا الحي وكيف زرعت الألغام والعبوة الناسفة دخل هذا الحي أطنان من المتفجرات التي زرعتها ملشية الحوثي على الطرقات الرئيسية وعلى الشريان الذي يربط بين خط الكلابة الأربعين في المدينة وكذلك الخطوط الفرعية هي تزرع الأغام بشكل عشوائي حتى لا يمر حيوان أو إنسان أو أي بشر وكذلك في هذه العمارة المطلة الخالية من السكان في هذا الحي الواسع تتمركز قناصات الملشيات الإنقلابية لكي تقنص كل مرة أمامها سواء حيوان أو إنسان أو أطفال أو نساء لا تميز بين الفئات العمرية بين البشر شكرا جزيلا إذن كما تلاحظون تعمل الملشيات الحوثية على استهداف المدنيين بشكل كامل داخل هذا الحي هناك أكثر من 25 قتيل وقريح خلال الأشهر الماضية من المدنيين كما أشارت معلومات للعربية والحداث هذا الاستهداف يتم بشكل مباشر وباستمرار على المدنيين إلى هذا الحي وتمنع طبعا دخول أي شخص يعبر هذا المكان تحاول الملشيات أو قناصة الملشيات تستهدفه بشكل مباشر هل سعيد لقنتي العربي والحدث من المنفذ الشرقي لمدينة تعز ونتابع معكم الآن هذه الصور لأحدى سفينتين اليونانيتين بعد عملية الاختطاف الإيرانية هذه العملية التي قالت أو سيطرت عليها أو سيطرت عليها أو سيطرت عليها الحرس الثوري الإيراني بالأمس على سفينتين يونانيتين ردا على السيطرة على سفينة إيرانية كانت في اليونان أو في المياه الإقليمية اليوناني أثار غياب الترفيه في الكويت تساؤلات خصوصا عن عدم استثمار الحدائق والساحات الواقعة داخل المناطق وفقا لتحقيق نشرته صحيفة القبس الكويتية مسؤول حكومي كشف للصحيفة عن معلومات تفيد بتوجه لإنشاء شركة حكومية لإدارة واستثمار الحدائق العامة مطروح على طاولة المجلس مجلس الوزراء منذ قرابة العام في مطلع سبتمبر عام 2021 كلف مجلس الوزراء عددا من الجهات الحكومية بوضع تصوراتها حول إمكانية استثمار الحدائق العامة تمتلك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 647 حديقة عامة وفقا للمخطط الهيكلي منها 390 حديقة لم تستلم من البلدية مقابل 182 حديقة نفذت فقط الهيئة طالبت المجلس البلدي بالموافقة على إضافة أنشطة جديدة في الحدائق ومرونة أيضا في تحديد المساحة التجارية فيها إلا أن الطلب قوبل بالرفض كانت الكويت احتلت المركز الأخير من بين الدول الخليجية والسادسة والثمانين دوليا وذلك وفق مؤشر تنمية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي 2021 نضم إلينا من الكويت الكاتب الصحفي خالد الحسن سيد خالد حيكلة معي في نشرة الرابعة أولا أعرف ووضع الترفية في الكويت يعني المواطن الكويتي اللي عنده عائلة وأطفال وين يروح على أساس يرفع نفسه ويرفع عائلته اليوم في الكويت الحقيقة يعني للأسف اليوم ملف الترفيه بات هاجس يطارد الأطفال وكبار السن والعوائل داخل الكويت وحتى المقيمين بس قبل الله نبدأ نتكلم في لماذا وقف هذا الملف خلينا نتكلم شوي على تاريخ الكويت في هذا الملف الكويت كانت رائدة على مستوى المنطقة الخليجية والمنطقة العربية كذلك في ملف الترفيه هناك منتزهات ومنتجعات وأيضا مدينة ترفيهية بمساحة مليون متر مربع تم افتتاحها عام 1984 بالإضافة إلى صالة تزلق كانت موجودة وأعتقد أنها كانت الوحيدة في داخل المنطقة بالإضافة إلى وسائل الترفيه الأخرى اليوم للأسف بات هناك تراجع كبير وملحوظ نحن نتكلم على مستوى 86 دوليا هذا مستوى أكثر من سيء بالنسبة لدولة الكويت بما كانت عليه اليوم الكويت عندها الكثير من الخطط الكثير من الدراسات ولكن هذه الدراسات وهذه الإمكانيات كلها باتت حبيسة الأدراج ولم يتم العمل فيها أكثر كذلك ذكرت عزيزي 647 حديقة عامة موجودة في مختلف مناطق دولة الكويت بين الأحياء السكنية هذه عليها الكثير من الكلام والكثير أيضا من البرامج التي كانت ستعمل في القريب العاج ولكن للأسف تم تعطيلها من قبل المجلس البلد خلينا أسألك ليش تم التعطيل خلينا نشوفوا ش اللي حاصل يعني هل هذا التعطيل أو كما يراه البعض إغلاق باب الترفيه في الكويت هل هو أمر متعمد عشان مثلا ما يأثر في أرباح المجمعات التجارية مثل ما يقول البعض أم أنه مثلا نتيجة سوء إدارة مزمنة لهذا القطاع من قبل كثير من الأطراف ومنها الحكومة يعني أم أنه أصلا الحكومة غير مهتمة بهذا القطاع على أنه في موارد دخل موجودة داد تأثير أكبر في الكويت نعم طبعا الحكومة إذا متكلم على الحكومة الحكومة ملزمة بتقديم برامجها في حال تشكيلها في كل مجلس لها ولكن للأسف هذا البرنامج هو عبارة عن قصولز يعني برنامج غير غابل للتطبيق برنامج ليس مبني على طموحات الشباب برنامج يعني لا يرتقي إلى طموح أبناء الكويت وكذلك هذا البرنامج الذي تقدم الحكومة في كل عام أو في كل بداية مجلس لا يتضمن المشاريع الترويحية أو الترفيهية داخل دولة الكويت هذا الأمر أو هذا الملف لا يلتف تولى بشكل كامل لكن اليوم بدأ الكل يستضيق الحقيقة من هذا التراجع خلينا نتكلم على عطلة العيد عيد الفطر اللي طاف اللي كان تسر أيام تقريبا الكل توجه إلى المجمعات الشعب الكويتي بعيد عن هذه الوسائل من الترفيه أن يكون ماكثا في هذه المجمعات أو المولات ولكن للأسف هذا اللي حصل عندنا اليوم وأنا متأكد بأن هناك أطراف تتعمد من أين الأطراف؟ ملف الترويح في دولة الكويت موجودين هذه الأطراف موجودة في البرلمان وموجودة كذلك في المجلس البلدي وهذا الأمر كله ما صلحتهم اللي في البرلمان يعني على أساس أنهم يعارضوا مثلا الترفيه أو يعارضوا هذا القطاع يعني سمعنا أنه كان في واحد من عضاء البرلمان زار السعودية وانبهر من مسألة الفعاليات الترفيهية ولما رجع الكويت عارض أي تحرك في هذا القطاع بل وهدد يعني بأنه سيكون له إجراءات برلمانية في حال اعتزام مثلها التحرك في الكويت أنا لا أعتقد أنه بأن التهديد الذي أطلق النائب يعني سيتجاوز حدود اللجان وهو مجرد مقترحات فقط أنا اليوم المملكة العربية السعودية بإشراف ومتابعة مباشرة من ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير الملكي محمد بن سلمان وكذلك معالي رئيس هيئة الترفيه التركي آل الشيخ قاعد نشوف ونتابع ما يعني ما يكون على أرض الواقع بكل سعادة وبكل انبهار الحقيقة أحنا يعني وايد مبسوطين إلى هذا الجانب ولكن نتمنى بأن الكويت كذلك يكون لها دور في هذا التطور وهذا التنمية التي شهدتها اليوم المملكة العربية السعودية لا شك أن اليوم اللي وصلت للمملكة العربية السعودية هو مفخرة للأسرة الخليجية ممتاز بس اليوم الكويت هل هي محتاجة مثلا محتاجة وزارة جديدة مثلا وزير للسعادة زي اللي حاصل في الإمارات أو إنشاء هيئة الترفيه على غرار اللي حاصل في السعودية وليش بالضبط ثم لماذا الحكومة راضخة مثلا لهذه الأسواد المعارضة لأي تحرك في هذا القطاع من أي جهة كانت استاذي شوف اليوم الأصوات هذه هي قلة قليلة جدا ولكن للأسف قاعد تواجه حكومة ضعيفة حكومة لا تثق بشبابها حكومة لا تثق بالقدرات والطاقات الشبابية اللي موجودة لذلك هي ترضخ لأي صوت عالي أي صوت نشاز داخل هذا البرلمان هي تسلم لها الخيط والمخيط كما نقول نحن في المجتمع الكويتي لذلك نرى هذا التراجع لذلك نرى بأن الحكومات الكويتية المتعاقبة ليس لها أي خطة تتضمن ملف الترفيه تفضلت حضرتك بأن وزير مختص لهذا الترفيه أو لهذا الملف نحن عندنا الوزير موجود الوزير هو دورة رغابي وشو وزارة الشباب والشؤون البصدور اللي عهدناه في عام 1962 عفوا الوزارة المختصة فيها هل هي وزارة الشباب والشؤون الوزارتين والشلون نعم الآن يتبوأها معالي وزير الإعلام الدكتور حمد روح الدين ولكن المشكلة ما هي في الوزير نفسه أو الشخص الذي يدير هذا الملف نحن في الكويت نختلف نوعا ما عن بقية الدول نحن عندنا ديمقراطية وعندنا دستور وعندنا سلطة تشريعية وتنفيذية السلطة التنفيذية دورها مناط فقط في الرغابة في عفوا في متابعة الخطط ولكن ليس هناك خطط حتى يتم متابعتها بهذا الملف هذه هي المشكلة المشكلة يعني طيب الحل وانعدام الرؤية لدى الحكومات المتعاقبة الحل سريعا بكل اختصار بأن تكون هناك خطة تتضمن ملف ترفيهي كبير لعادة تشقيل هذه الجزر اليوم تكلم على تسع جزر عندنا في الكويت مرمية بهذا الشكل يعني لا يتم استثمارها وستمائة وسبعة وربعين حديقة عامة كذلك ومساحات شاسعة وعقليات كويتية فذة ولكن نريد الحقيقة يعني أن يكون لشباب دور وكذلك القطاع الخاص دور حقيقي فاعل واشراكه مع المؤسسات الحكومية كي نصل إلى نتيجة ترضي الجميع وننتقل من المستوى 86 إلى مستوى منافس يطيك العافية شكرا جزيلا لك من الكويت الكاتب الصحفي خالد الحسن ارتفاع متزايد تشهده المدن الصناعية في السعودية في عدد العاملات من السيدات السعوديات في ظل تأكيدات حكومية بتبني تقنيات الصناعة المتقدمة وتقليل الاعتماد على اليد العامل قليلة المهارات عبد الرحمن العصيم أكثر من 17 ألف سيدة سعودية يعمل في المدن الصناعية في المملكة وفق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية هنا في المنطقة الشرقية لوحدها ما يزيد عن 2100 عاملة يتوزعن على مئات المصانع في عدة تخصصات أرقام قابلة للزيادة خلال الأعوام المقبلة في ظل التشريعات المحفزة لتمكين المرأة في القطاع الصناعي عدد الموظفات السعوديات في المدن الصناعية ارتفع بنسبة 120% خلال الأعوام القليلة الماضية حيث كان عدد الموظفات في عام 2018 سبعة آلاف وثمانمائة وستين موظفة ليصبح في عام 2020 قرابة سبعة عشر ألف موظفة المنطقة الغربية هي الأكثر عددا بالنسبة للموظفات في المدن الصناعية حيث تضم تسعة آلاف وستمائة وتسعة وأربعين موظفة يتوزعن على خمس عشرة مدينة صناعية المنطقة الوسطى تأتي في المرتبة الثانية بإجمالي يصل إلى خمسة آلاف وثلاث وعشر موظفة تعملنا في اثنتين عشرة مدينة صناعية الحمد لله شغل بسيط وراحة مهنة أخذ خبرات أشياء جديدة نتعلمها آلات يعني نحن ممتعودين أن نشتغل في آلات وكذا الحمد لله يعني عندنا قناعة شديدة بعطاء المرأة ابتدأنا هنا زي من تعارف زي أي مصنع في السوق واليوم إحنا عندنا كادر يدير عملية الانتاج مكون من أربعين امرأة ناهيك عن التمكين الشديد للمرأة أيضا في صميم الهيكل الإداري الأعلى للشركة عندنا هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية كانت قد أطلقت استراتيجية لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر تفعيل دور المرأة في التنمية الصناعية طبقا لرؤية السعودية عشرين الرامية لتعزيز دورهن في الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة نموذجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص عبد الرحمن العصيمي من المنطقة الشرقية العربية في سلطنة عمان كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مداء عن تنفيذ المؤسسة حاليا ما يزيد عن ثلاثين مشروعا حيويا موزعة على احدى عشرة مدينة صناعية في مختلف محافظات السلطنة بتكلفة اجمالية تتجاوز مئتي مليون ريال عماني واشر إلى تمكن السلطنة من استقطاب وتوطين مئة وثلاثين مشروعا صناعيا وتجاريا وخدميا خلال الربع الأول من العام الجاري بحجم استثمارات يصل إلى أربعة وستين مليون ريال عماني في الرابعة أيضا لكن بعد الفاصل خلال ثلاث سنوات ونصف توثيق ثلاثة ملايين عقد يجار سكني إلكترونيا في السعودية بوتين يؤكد أن روسيا أمام ضغوط غير مسبوقة وزيلنسكي يعتبر تغيير النظام في موسكو أمرا مستحيلا مفاوضات عمان تراوح لكن مستمرة رئيس وفد الشرعية ينفي للعربية التوصل لاتفاق مع الحوثين الكويت آخر دولة خريجية في مؤشر تنمية السفر والسياحة وغياب الترفيه يثير التساؤلات وأكثر من 17 ألف سيدة يعملن في المدن الصناعية في السعودية ارتفاع كبير خلال أعوام قليلة السعودية أول دولة في العالم تصدير للتمور في 2021 قيمة صادراتها تتجاوز المليار ريال نعود بعد الترحيب بكم مرة أخرى للتذكير بما أكده رئيس وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مفاوضات عمال العربية بأن المشاورات مستمرة مع الحوثيين وأيضا أشار إلى عدم الوصول إلى اتفاق مع الحوثيين حتى اللحظة رئيس وفد الشرعية المفاوضة عبر عن أمله بالوصول إلى اتفاق ينهي الحصار عن أهالي تعز بما أشار مصدر قريب من المشاورات لأن الحوثيين لا يزالون يرفضون فتح الطرق الرئيسية التي أغلقتها الميليشيات عام 2015 والمؤدية إلى مدينة تعز ينضم إلينا في الاستوديو المسؤول الإعلامي في اقتلاف الإغاثة اليمني محمد المقرم سيد محمد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة المفاوضات ما زالت حسب الكثير من المراقبين تراوح مكانها لا تقدم خاصة فيما يتعلق بفتح الطرق في تعز تنفيذ الاتفاق الهدن ما المقترحات التي يتم مناقشتها الآن على الطاولة بين المتفاوضين في عمان بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة الآن الكل ينتظر مبادرة أولى تعتبر من قبل الحوثين ليثبتوا قديتهم في رغبتهم في السلام قدمت الشرعية قدمت العيد من المبادرات بالموافقة من سفر المواطنين وفتح مطار صنعاء بالموافقة أيضا بدخول مشتقات النفطية قدم التحالف مبادرة بالفراج عن 164 من الأسرع كل هذه المبادرات التي قدمها الشرعية والتحالف هي مبادرات حسنية لإثبات الرغبة الحقيقية أمام الشعب اليمني وأمام العالم لإنهاء الحرب وإحلال السلام وفي انتظار مبادرة واحدة على الأقل من الحوثيين ليثبت قديتهم وهي مبادرة فتح الحصار عن تعز باعتبار أنه ملف إنساني حتى هذه اللحظة ومنذ سبس سنوات لا تزال الميليشيات تمعن في حصارها على تعز طب خلينا أقول لك الحوثيين ماذا طرحوا يعني مصدر قريب من المشاورات قال بأن الحوثيين لا زالوا يرفضون فتح الطريق الرئيسي التي غلقتها الميليشيات في 2015 لكن الحوثي قدم في اجتماع مساء الجمعة مقترحا بفتح منفذ عبر شارع الستين في شمال مدينة تعز يرتبط بطريق صنعاء في منطقة مفرق الدكرة ودون المرور في محافظة أو منطقة الحوبان مقابل فتح طريق بين محافظتي لاحج وتعز جنوبا يمتد من منطقة كرش أو كرشن إلى منطقة الزاهدة ولا يسمح له بالدخول إلى مدينة تعز عبر ضاخية حوبان وأيضا فتح الطريق الرابط بين عدن وصنع عبر محافظة الضالع وخاصة في منطقتين مريس ودمت الآن هذه الأحادي هذه الطرق التي اقترحها الحوثيون هي كلها طرق فرعية وطرق قبلية لا تفترق عن الطرق الأخرى التي مثل هيقة العبد وما تسمى بهيقة الموت والطرق الأخرى الوعرة الآن المطالب الموفدة الشرعية يطالب بفتح الطرق الرئيسية كانت مفتوحة قبل حرب هم يرفضون وضعوا هذا الطرق هنا المفاوضون من الحكومة الشرعية كيف سيتعامل مع هذا الطرق ما الخيارات التي لها هذا التفاف هذا التفاف على مطالب الحكومة الشرعية التفاف على مطالب المدنيين لأن الحوثيون يصرون على البقاء أو في منطقة الحوبان لأنها مدينة صناعية هم سيطروا على هذه المنطقة في محافظة التعز لأنها الشريان الاقتصادي كل المصانع والشركات والمؤسسات الاقتصادية في هذه المدينة وهم يرفضون لأنهم يتحصلون على قبايات يتحصلون على جمال يتحصلون على الضرائب يتحصلون على العديد لا يريدون أن يفلتوا يستطيعون أن يتنازلوا عن أي منطقة إلا هذه المنطقة الصناعية لذلك هم قاموا بتقسيم أو وضع الحواجز العسكرية والحواجز الأمنية لإعادة دركون هذه المنطقة الحكومة برأيك كيف سترد على هذا المقترح ثم الأمر يبدو أن الحوثي من خلال هذا الطرح يراوه ويناور هناك اتفاق مقابل فتح الطرق الحوثيين لا يدون الالتزام بفتح هذا الطرق وبالتالي من يرى الأمر يشعر بأن الحوثي سيطيل من أمد التفاوض في ملف تعز وسيساوم به خلال الفترة القادمة هل الحكومة يمكن أن تبتلع هكذا تحرك من قبل الحوثيين يعني في هذا الملف الحساس هو كان الأولى أولا أن لا يتم فتح أي أو تقديم أي مبادرة إلا مقابل مبادرة أخرى أن لا يتم فتح مطار صنعاء إلا مقابل فتح الحصار عن تعز لا يتم السماح بالمشيقة النفطية إلا مقابل أما أن يتم الآن رمو الكرة في ملعب الحوثيين وفي انتظار مبادرة من الحوثيين وهذا أمر خاطئ في سياسة المفاوضات أن ترمي بكل الأوراق ثم تترك ورقة لخصمك بأن يقدم مبادرات الحوثيين لن يقدم مبادرة ولن يتنازل عن الحصار تعز بهذه السهولة إلا بتحقيق مكاسب أخرى لذلك هو الآن حاول أن يماطل حتى تنتهي نحن الآن تفصلنا عن نهاية الهدنة أربعة أيام لذلك ويريد تقديد الهدنة ويريد أيضا الحصول على مكاسب سياسية أخرى مقابل فتح الحصار عن تعز لذلك سعى إلى الالتفاف الأمر الآن بيد مجلس القيادة الرئاسي بالخطط البديلة لهذه المراوغات اليوم المليشيات انكشفت أمام العالم انكشفت أمام الشعب الليمني رغم أنها كانت تدعي المظلومية وتدعي أنها توقع حرب حصار وأنها وأنها اليوم الجميع قدم مبادرة لحلال السلام والمليشيات رفضت إذن يجب أن تكون هناك خطط أخرى بديلة لمجلس القيادة لإنقاذ المدنيين في محافظة تعز وإنقاذ المدنيين أيضا في كل المحافظة اليمنية شكرا جزيلا لك المسؤول الإعلامي في اتلاف الإغاثة اليمنى محمد المقرمي أكثر من ثلاثة ملايين عقد إيجار سكاني إلكتروني وثقها برنامج إيجار في السعودية منذ إطلاقه مطلع 2019 وحتى مايو الجري البرنامج أوضح أن إجمالية العقود السكنية الموثقة تصل إلى 45% من حجم سوق الوحدات الإيجارية السكنية المشغولة في السعودية موضحا بأن الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري ورفع كفاءته ساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية الأمر الذي نتج عنه انخفاض 50% في القضايا الإيجارية وفي العاصمة السعودية الرياض تستمر لليوم الثالث تواليا فعاليات معرض المسكن العقاري الذي شهد خلال اليومين الماضية توقيع سبع اتفاقيات بين وزارة أشعون البلدية والقروية والإسكان وعدد من شركات التطوير العقاري بالإضافة إلى إعلان إطلاق خمسة صناديق عقارية أخرى سينتج عنها توفير نحو 5000 وحدة سكنية ويشارك في المعرض العديد من المطورين العقاريين والعارضين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية في السعودية من معرض مسكن العقاري في الرياض ينضم إلينا مراسل العربية نواف عزيز حيكلة نواف اليوم كيف هي أجواء المعرض في يومه الثالث نعم خالد أهلا بك يستمر المعرض بشكل طبيعي هو يستهدف بشكل رئيسي الأسر السعودية الباحثة عن منتجات سكنية وقد يكون هذا المعرض هو بداية لمعارض تخصص بتقديم الحلول والتخفيضات وأيضا الخيارات المتعددة للأسر السعودية التي تبحث عن الأفضل تحديدا في الرياض هذا المعرض قد يكون أيضا هو ترجمة لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تخفيض أسعار العقار السكني في العاصمة الرياض من خلال زيادة المعروض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في افتتاح هذا المعرض أكد على أن انتهاء مهلة التسجيل للأراضي البيضاء في المرحلة الثانية سيوفر نحو ستين ألف قطعة أرض سكنية وهو بالتأكيد الرقم هذا مقارب للأراضي الجديدة أو المنتجات السكنية الجديدة من الأراضي التي توفرت في عام 2021 هذا بالتأكيد سيساهم بشكل رئيسي في زيادة المعروض وتخفيض أسعار العقارات بشكل كبير في الرياض إضافة إلى المشاريع الأخرى التي تعمل عليها الذراع الممكن لوزارة الشؤون البلدية والإسكان وهي الشركة الوطنية للإسكان التي تشارك في هذا المعرض كما نشاهد من خلف مشاركة للعديد من الشركات والمطورين العقاريين إضافة إلى متخصصين في مجالات التصميم الذين يقدمون النصائح كيف الأسعار كيف الأسعار سوار معرض مسكن على مدى ثلاثة أيام يعني خالد الأسعار مختلفة حسب نوع المسكن سواء كان وحدة سكنية أو فلا كما تسمى وحسب النوع المساحة والمنطقة أيضا ولكن خالد الأسعار لا تزال مرتفعة لا يوجد انخفاض يذكر ولكن يتوقع خلال الأشهر القادمة أن يكون هناك انخفاض كبير نظرا لبدء المرحلة الثانية في منتصف الشهر القادم تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء هذا قد يساهم بشكل كبير على تخفيض أسعار العقارات السكنية في الرياض إضافة إلى الجهود الأخرى والتي معلنة سابقة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوجود حملة حكومية كبيرة في الرياض تسعى لتخفيض أسعار العقارات السكنية بشكل مركز شكرا لك نواف عزيز مراسل العربية من معرض مسكن العقاري في الرياض تمكنت السعودية من تحقيق المرتبة الأولى عالميا في صادرات التمور خلال العام الماضي 2021 من حيث القيمة السوقية وذلك وفق ما أعلن عنه تريد ما بتابع لمركز التجارة العالمية وبلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور في ذات العام ما يصل إلى أكثر من مليار ومئتي مليون ريال سعودي مئة وثلاثة عشر دولة حول العالم تصلها صادرات التمور السعودية شهدت أيضا ارتفاعا كبيرا في قيمتها منذ 2016 اذكروا أن إجمالية قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية تصل إلى ما يقارب سبعة ونصف مليارات ريال من الدمام ينضم إلينا الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران دكتور محمد حيكل معي في نشرة الرابع مبروك عليكم أولا ودي أعرف كلمة السر يعني لماذا احتلت السعودية المركز الأول اليوم عالميا في تصدير التمور شكرا على الاستضافة وعن أول القيادة الرشيدة والشعب السعود الكريم بهذا الإنجاز وخص بالتهن منتجي ومصدري التمور الذي نفخر بمنتجاته والتي طلعت لـ 113 دولة أكيد كلمة السر أو ما تفضلت به كلمة السر هو العمل المتناغم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أو منتجي ومصدري التمور عملنا مع شركان خلال الخمسة عوام الماضية وحققنا تقريبا 110% خلال نمو في صادرات التمور خلال الخمسة عوام الماضية صادراتنا حققت أعلى نمو سنوي عالمي وعد النمو وصلنا 13% والله الحمد ووصلنا تقريبا إلى 113 دولة بقيمة تجاوز مليار و200 مليون ريال أكيد هذه كلمة السر دائما التي تفضلت فيها أو المطلوبة هي العمل المتناقم بين قطاع الحكومة والخاص هناك جهود دولية كثيرة إذا تسمح لي أنا أريد أن أعرف المجلس الدولي للتمور الذي أنشعته كذلك السعودية إلى أي مدى كان له دور في تحقيق هذه القفزة في المرتبة التي وصلت لها السعودية اليوم طبعا المملكة العربية السعودية هدفنا أن نكون الرائدين أو نكسب القيادة في قطاع الخلال منها إنشاء مجلس دولي يضم منتجي التمور يضم منتجي الدول المنتجة للتمور في العالم سيكون له الأثر الكبير وهذا تمر لله الحمد إن شاء سيكون له الأثر كبير في رفع جودة قطاع الخلال التمور في العالم في تسهير التبادل التجاري عالميا لمنتجات التمور وأيضا فرص الاستثمار وصناعات التحويلية عالميا من جانب آخر المملكة تقود ملفات كثيرة خطاع النخير والتمور خليني أذكر منها بعضها هو تسجيل التمور كفاكهة غير اعتيادية أو ما تسمى تسويقيا سوبر فروت في منظمة الأغذية أريد أن أسأل عن دور المركز الوطني في معالجة هذه المشكلة أو في دعم الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية سريعا شكرا على السؤال والمركز الوطني هو أحد الجهات التابعة لمنظومة وزارة البيئة والبيئة والزراعة التي تقود الأمن الغذائي في المملكة المركز الوطني يختص بقطاع النخيل والتمور وتطوير ودخول في صناعات غذائية مختلفة من هذه الثمرة ولله الحمد اليوم منتجات المصنعة من التمور كثيرة عندنا إبداعات في صناعات تحويلية من التمور دخلت في الكثير من القطاعات كقطاع الألبان والخبوزات والكثير من الصناعات الغذائية كبديل للسكر أيضا خمات النخيل أو ما تسمى حتى في العالم وهي ويسمى المخلفات النخيل دخلت في صناعات عديدة كالأثاث وغيرها وآخر ما توصلت إليه هو الدخول في المساهمة في الحفظ المتروني ممتاز أشكرك شكر جزيل من الدمام الرئيس تنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد ويران خلال أسبوع أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 78 ألف وافد مخالف كالداخلية السعودية كشفت في إحصائيتها الأسبوعية عن ضبط ثمانية متورطين في نقل وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتستر عليهم وإلى مهرجان كان السينماية حيث قدم المخرج الداني ماركي من أصل إيراني علي عباس فيلم العنكبوت المقدس قائلا أن الفيلم يكشف وجه إيران الحقيقي نتابع إدانة العنف ضد المرأة كان العنوان الرئيسي الذي جمع هؤلاء المتظاهرات في عرس السينما العالمي في مدينة إيكان الفرنسية تظاهرة على سجاد الحمراء للمهرجان استبقت مرور طاقم عمل الفيلم الإيراني العنكبوت المقدس الذي تركز قصته على العنف الذي تتعرض له المرأة الإيرانية على مختلف المستويات المحتجات وهنا من المشاركات في المهرجان رفعنا قائمة طويلة بأسماء سيدات وقعنا ضحايا للعنف وطلبنا بالتحقيق في قضايا العنف ضد المرأة في عدة دول وخاصة في إيران العنكبوت المقدس يحكي قصة العنف ضد المرأة وكيف تتم في المجتمع الإيراني بغطاء من فتاوى شرعية تتيح القتل خارج إطار القانون الفيلم مقتبس من أحداث حقيقية عن سفاح متسلل في مدينة مشهد الإيرانية يستهدف بايعات الهوى وترافقه الكاميرا وهو على دراجته النارية يطارد بايعات الهوى ويقتلهن بحجة الدفاع عن الأخلاق ومحاربة الفساد الأخلاقي هذا فيلم أسود لا يتحدث عن سفاح في الفيلم بل عن مجتمع أصبح سفاحا في إيران ويدافع عن السفاح الذي أصبح بطلا في نظر الإعلام الإيراني مشاهد الفيلم صورت في الأردن ويستمر القاتل سعيد هاني في مطاردة ضحايا حتى تثير القضايا التي تقيد ضد مجهول اهتمام الصحفية الاستقصائية الرحيمي التي تقود حملة تؤدي للقبض على القاتل وللمخاجأة تصور نهاية الفيلم دعما يتلقاه القاتل بحجة أنه كان يقوم بواجب ديني لمحاربة الفساد نقاد المهرجان وصناع السينما أشاد بالفيلم لكشفه حالات ظلت مخفية منها استهداف المرأة في إيران من العنف المنزلي وحالات القتل والقمع التي يتعرضن لها ويحلل كراهية النساء المتفشية في المجتمع الإيراني كما يلقى الضوء على فساد القضاء وانتشار الرشو بعين طباط الشرطة والأهم انتشار فتاوى القتل الفتاوى الدينية فوق القانون وتحقيق العدالة على هوى رجال الدين في بلد تحكمه الأمامة ومجتمع لا يرحم لمن يخرج عن قواعده الدينية سعد المسعود العربية مرهجان كانت سينمائي جنوب فرنسا بثمانية ألاف جندي تستعد باريس لمباراة نهاي دور أبطال أوروبا اليوم السب بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وسط حضور عشرات الألاف من مشجعي الفريقين تحتضن باريس نهاي دور أبطال أوروبا بين فريقين ريال مدريد وليفربول مباراة شاءت السياسة أن تنقلها من سانبترسبورج في روسيا لكنها نجحت بإنهاء تجهيز أرضية الملعب قبل 48 ساعة فقط من موعد اللقاء ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد ستشهد الاقتصادات صغيرة مثل المقاهي والفنادق ارتفاعا هائلا في الأرباح وفي الأسعار إذ قفز سعر الغرفة الواحدة في الفنادق الباريسية من 100 يورو للليلة إلى 500 في حين يتوقع أصحاب المقاهي ما بين 30 إلى 35 ألف زبون أتيت من لندن من أجل المباراة مع كثير من المشجعين الأجواء هنا رائعة جدا أعتقد أن ريال مدريد قدم موصيرا رائعا وسوف يختمه بطريقة رائعة أنا مقتنع بذلك هنا في ستادو فخانس ما تزالوا ذكرى الاعتداءات الإرهابية في نوفمبر عام 2015 حاضرة فمحاكمة المتهمين ما تزالوا جارية ما دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية ثمانية ألاف شرطي سينتشرون لحفظ الأمن وسيطبقون إجراءات مشددة سيمنع استهلاك الكحول قبل المباراة وستغلق جادة شانزيليزي هنا المكان المفضل لاحتفالات جماهير كرة القدم في فرنسا أنا جاي من السعودية خصيصا عشان أحضر هذه المباراة وصراحة لأنها مباراة قوية جدا بين الطرفين مباراة حامية بتكون إن شاء الله وأنا أتمنى إن شاء الله مدريد يفوز في هذه البطولة الجماهير الإسبانية وصلت بالفعل إلى باريس وكذلك جماهير النادي الإنجليزي يعرف عن الأخيرة سهولة أن يتحول حماسها إلى عنف هذا ما تتوقعه شرطة الفرنسية وما ستحاول ضبطه فادي الدهوك العربية باريس ختم الرابع بالعنوي بوتين يؤكد أن روسيا أمام ضغوط غير مسبوقة والزيلانسكي يعتبر تغيير النظام في موسكو أمرا مستحيلا مفاوضات عمان تراوح مكانها لكن تستمر ورئيس وفد الشرعية ينفي للعربية التوصل لاتفاق مع الحوثيين الكويت آخر دولة خليجية في مؤشر تنمية السفر والسياح وغياب الترفيه يثير التساؤلات أكثر من سبعة عشر ألف سيدة يعملن في المدن الصناعية في السعودية ارتفاع كبير خلال أعوام قليلة والسعودية الأولى في العالم تصديرا للتمور في 2021 قيمة الصادرة تتجاوز مليار ريال إلى اللقاء اشتركوا في القناة